لا يتوقف النظام الإيراني عن انتهاج سياسات طائفية وعنصرية ضد شعب الأحواز العربية المحتلة كما لا يتوقف عن القمع في مواجهة كل محاولة شعبية للاحتجاج على سياساته الرامية إلى أحداث تغيير ديمغرافي في الإقليم ذي الأغلبية العربية تظاهرات أحوازية متواصلة منذ عدة أيام احتجاجا على سياسات نظام طهران في تجريف منابع المياه في الأحواز والذي تجري فيه خمسة أنهار كبرى وتحويل مجاريها إلى خارج الإقليم سعيا لتهجير سكانه أحواز تروح تجريف يا أحواز تروح تجريف يا أحواز التظاهرات عمت العديد من مدن الأحواز كما خرجت في عدد من أحياء عاصمة الإقليم وكان لافتا عنف القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين ومشاركة قوات الحارس الثوري في قمعهم الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرح بين صفوف المتظاهرين حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز أكدت في بيان لها أن السلطات المتعاقبة على حكم طهران مارست ولا تزال تمارس أبشع أساليب القمع والتنكيل والتطهير العرقي وتنتهج سياسات التفقير والتجويع والتهجير القصري بحق الشعب الأحوازي حتى وصل الحال بالأحوازيين إلى مرحلة الضمأ بعد أن نقلت سلطات الاحتلال مياه الأحواز إلى عمق الأراضي الإيرانية كما وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال الإيراني حول الأحواز إلى ثكنة عسكرية حيث تحولت المدن الأحوازية إلى ساحة حجد لمئات الآلاف من الجنود الإيرانيين وبين القمع الإيراني وتواصل الاحتجاجات في مدن الأحواز يبقى النضال العربي الأحوازي ساعيا نحو تحرير الإقليم والذي احتلته إيران قبل نحو مئة عام والذي تسهم الثرواته النفطية بأكثر من ثمانين بالمئة من إنتاج النفط الإيراني من هنا فإن الأحوازيين يرون في تحرير بلدهم بداية لبناء دولة عربية جديدة تمتلك من مقومات قوة الاقتصاد الكثير لكن ذلك في رأي محللين سيضعف كثيرا من قوة إيران الاقتصادية وينهي طموحاتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط